بعد ما كنا المرشح رقم 18 لو فيه متخب مصر كان المرشح رقم 18 أو رقم آخر واحد في البطولة ولكن النهاردة متخب مصر بيصعد إلى الدور النهائي بعرق أولاده بتعب كل لعب كان متواجد في هذا الملعب محمد عبد منهم أنا جباسكي أو أبو جبل حتكلم عنه لوحده لأنه الحقيقة النهاردة عملاق كبير جدا محمد أبو جبل يستحق كل التحية يستحق أن احنا نقف كلنا وراه بعيدا عن أي ألوان الألوان دلوقتي كلها هو العلم اللي وراه حضراتكم ده أو هي ألوان اللي حضراتكم شايفينها دي اللي هي الأحمر والأبيض والأسود عالم مصر عالم مصر هو اللي احنا بنتكلم عنه وهو ده دايما اللي حنفضل وقفين وراه وهو ده دايما العلم اللي حيجم معنا ممكن بعد كده نبقى نرجع نتكلم عن الأهلي والزمالك وكذا وكذا ولكن هذا العلم هو اللي حيجم معنا محمد أبو جبل يستحق كل التحية أفضل لاعب في منتخبنا الوطني في المباراة السابقة وفي المباراة النهاردة هاي اللي أبو جبل وتستحق كل التحية وكل التقدير دعوات الشعب المصري بالكامل لمحمد أبو جبل رجعته في أربع خمس تيان يعني الحمد لله مصر كلها أهلوية وزملكوية والتحدوية واسمعلوية وكل حاجة كانوا بيدعوا لمحمد أبو جبل أنه يعني يبقى كويس ويخف وبعد كده يلعب في مباراة النهاردة فالحقيقة ألف ألف مبروك لرجالتنا ألف مبروك لمنتخبنا الوطني اللي بيحصل ده أنا بشوفه إعجاز كبير جداً على اللي أنا بسمعه هناك على اللي أنا بسمعه هناك الحقيقة اللي أنا بسمعه هقوله لحضراتكم ولكن